الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صدق الله العلي العظيم قضية خيبار قضية مشهورة وما حدث قبل القتال في خيبار أيضا قضية مشهورة النبي صلى الله عليه وآله طلب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فجاءه وهو يشتكي من رمد شديد في العين فأخذ النبي صلى الله عليه وآله شيئا من ريقه المبارك واجعله على عيني أمير المؤمنين فشفية من ساعته الله يمن عليكم الله يمن عليكم هذا ما حدث قبل القتال في خيبار وأما ما حدث بعد القتال في خيبار الحديث هذا يرويه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب كمال الدين عن المولى أمير المؤمنين صلى الله عليه نفسه يقول مضمون الحديث الشريف أو نص الحديث الشريف مضمون قريب من النص يقول لقد جرحت الأمام أمير المؤمنين الحديث عنه صلى الله عليه لقد جرحت في وقعة خيبار خمسا وعشرين جراحة وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى ما بي من الجراحة اللهم صلى على محمد وعلى محمد فلما رأى ما بي من الجراحة البعض يتصور أن القضايا كانت سهلة الإمام ذهب الأعباب خيبار انتصر المسلمون كأنها كانت أمور سهلة لا كانت فيها صعاب كبيرة فجئت النبي الإمام يقول صلى الله عليه فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى ما بي من الجراحة بكى وأخذ من دموع عينيه فجعلها على الجراحات فاسترحت من ساعتي الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله رأى هذه الجراحات خمسة وعشرين جراحة على جسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الشريف المبارك بكى رسول الله وحق له أن يبكي هذا ابن عمه هذا أخوه هذا حبيبه يراه بهذه الحالة هذا الذي يلزم على الناس أن يقبلوا التراب تحت قدميه بل يلزم على الناس أن يقبلوا التراب بين يديه يصنع به هذا الصنيع حق له أن يبكي رأى خمسة وعشرين جراحة على جسم أمير المؤمنين ذلك القلب العطوف لرسول الله تلك الرحمة التي لا نظير لها في يوم عاشوراء رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا نظر إلى جسم الحسين عليه السلام تلك الجراحات كم هي جراحات جسم الإمام سيد الشهداء في يوم عاشوراء فقط الجراحات لا ما صنع بجسمه الشريف بعد الاستشهاد ما الذي حصل ما الذي حدث لقلب النبي صلى الله عليه وآله في تلك الساعة قلب رسول الله انكسر رأى خمسة وعشرين جراحة على جسم أمير المؤمنين ماذا حصل بقلب رسول الله صلى الله عليه وآله بقلب أمير المؤمنين بقلب الصديق الكبرى بقلب الإمام المجتبى صلى الله عليه لو كان النبي صلى الله عليه وآله في هذه الدنيا الظاهرية لحصل له ما حصل لحفيذه الإمام زين العابدين صلى الله عليه الإمام زين العابدين نفسه 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 رسول الله الحديث عن الإمام زين العابدين نفسه صلى الله عليه يقول الإمام عليه الصلاة والسلام كادت نفسي تخرج عندما مروا بالأسرة من آل رسول الله على تلك الأجسام الطاهرة بتلك الأوضاع الفجيعة الإمام الإمام يقول العبارة عبارته والإمام لا يبالغ لا يقول كلام أكثر من الحقيقة من الواقع هذه عبارة الإمام يقول كادت نفسي تخرج يوم عاشوراء لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الحياة الظاهرية الدنيوية لحصل له ما حصل لحفيذه عندما رأى جسم الحسين عليه الصلاة والسلام عشر معشار ما حصل لسيد الشهداء نحن لا نعرفه يوم عاشوراء يوم إذ طربت فيه الجمادات يوم إذ طربت فيه الملائكة ملائكة السماء ملائكة الله العظام في يوم عاشوراء اذ طربت حصل لها من الفاجعة ما لم يحصل لها من قبل ولن يحصل لها من بعد في يوم عاشوراء ضجت الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى امتلأ ما بين السماء والأرض بالملائكة في حديث شريف الحالة ما كانت في يوم عاشوراء وانتهت آثارها إلى الآن في عالم الملائكة موجودة إلى الملائكة إلى الآن الملائكة مضطربة إلى الآن الملائكة مصابة تجزع الملائكة في حديث شريف في كامل الزيارات عن أبي ذل الغفاري على ما ببالي هذا الحديث لعلي ذكرته سابقا أبو ذل الغفاري قبل أكثر من عشرين سنة من واقعة عاشوراء يبين شيئا حقائق عن عاشوراء بما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلى الله عليه ما وآله يبين أنه عندما أستشهد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عندما أصعدت روح الحسين عليه الصلاة والسلام إلى السماء طبعا هذه الروح المقدسة أصعدها الله سبحانه وتعالى بأمر مباشر حسب بعض الروايات الشريفة الملائكة الروح روح إخواني الجسم يصنع به ما صنع أما الروح تبقى روح الروح لا تتأثر الملائكة عندما رأت روح الإمام الحسين لا أعلم يعني ما الذي حصل بالروح الشريفة عندما رأت الروح الشريفة لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام اضطربت ارتعدت مفاصلها تعبير الرواية هكذا وبقيت هكذا وستبقى إلى يوم القيامة لا أعلم حقا يعني ما الذي رأت في روح الإمام سيد الشهداء آثار عشورة لا زالت ليست في عالم البشر العادي في عالم الملائكة الآثار لا زالت لا زالت شديدة مؤلمة حارة محرقة لهم محرقة لقلوبه هذه الآثار هي التي بقيت في أهل البيت أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله كان مفتجعا في يوم عشورة فقط لا هو مفتجع سيد الشهداء الصديق الكبرى فقط افتجعت في يوم عشورة لا إلى يوم القيامة هي مفتجعة تبكي تشهق كما في الروايات الشريفة إلى يوم القيامة هذا الوضع مستمير حرارة قضية سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لا تطفأ هذه النار لا تطفأ النار التي اشتعلت في قلوب المؤمنين إلى يوم القيامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مصابون وحتى في يوم القيامة ليس إلى يوم القيامة حتى يوم القيامة في يوم القيامة الصديق الكبرى سلام الله عليها مفتجعة بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وتصنع في يوم القيامة أشياء غريبة جدا نقرأ لكم حديثا شريفا بسرعة هذا الحديث الشريف في كتاب الأمال للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليهم إذا كان يوم القيامة تقبل ابنتي فاطمة على ناقة من نوق الجنة مدبجة الجنبين يعني مزينة بالديباج خطامها من لؤلؤ رطب قوائمها من الزمر ذنبها من المسك الأذفر أينها عين هذه الناقة أينها يا قوتتان حمروان عليها قبة من نور يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها داخلها عفو الله وخارجها رحمة الله على رأسها تاج من نور للتاج سبعون ركنا كل ركن مرصع بالدر والياقوت يضيء كما يضيء الكوكب الدري في أفق السماء وعن يمينها سبعون ألف ملك وعن شمالها سبعون ألف ملك وجبرئيل سيد الملائكة وجبرئيل آخذ بخطام ناقة ينادي بأعلى صوته يعني يصرخ على الناس يصيح على الناس ينادي بأعلى صوته غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد اللهم صلى على محمد وعائل محمد فلا يبقى يومئذ يعني عمل تكويني تصرف تكويني في الناس لا يتمكن أحد أن يرفع رأسه جبرئيل يتصرف في الناس هذه الصيحة ليست مجرد أمر تشريعي غضوا واجب عليكم تغضون لا يتصرف في الناس يجعلهم يطعطئون فلا يبقى يومئذ يعني تصرف إرادة تكوينية هذه فلا يبقى يومئذ نبي ولا رسول ولا صديق ولا شهيد إلا غضوا أبصارهم حتى تجوز فاطمة بنت محمد فتسير حتى تحاذي عرش ربها جل جلاله تأتي إلى هذا المكان الصديق الكبرى سلام الله عليها هنا تصنع شيئا عجيبا جدا ما الذي تصنعه فتزج بنفسها عن ناقتها زج يعني ألقى نفسه رمى نفسه فتزج بنفسها عن ناقتها وتقول إلهي وسيدي أحكم بيني وبين من ظلمني اللهم احكم بيني وبين من قتل ولدي أول دي لعله لماذا هذه الحركة الصديق الكبرى ترني بنفسها جاءت هكذا مجللة مكرمة معززة بهذا الاحترام قبل أن تطلب هذا الطلب من الله عز وجل أن يحكم بينها وبين من قتل الحسين ترمي نفسها لا تنسوا أن السيدة زينب صنعت مثل ذلك عندما رمت بنفسها من على الناقل تأثير ذلك في عالم الملائكة تأثير ذلك في العوالم كلها ما هو الله سبحانه وتعالى يجيبها فإذا النداء من قبل الله جل جلاله يا حبيبتي وابنة حبيبي سليني تعطي واشفعي تشفعي خلاص هذه الحركة وهذا الطلب الخيار التصرف الاختيار لك اصنعي ما شئتي مسبقا قبل أن تطلبي ما تطلبينه يعطى لك سليني تعطي مسبقا الله عز وجل أعطاه واشفعي تشفعي فوعزتي وجلالي كلام الله عز وجل فوعزتي وجلالي لا جازني ظلم ظالم فتقول سلام الله عليها من مطالبها هذا إلهي وسيدي ذريتي وشيعة وشيعة ذريتي ومحبي ومحبي ذريتي فإذا النداء من قبل الله جل جلاله أين ذرية فاطمة وشيعتها ومحبها ومحب ذريتها فيقبلون وقد أحاط بهم ملائكة الرحمة فتقدمهم فاطمة حتى تدخلهم الجنة ما تصنعه سيدة النساء في يوم القيام لقضية السيد الشهاداء أعمال وأعمال المطالب التي تطالب بها سيدة النساء إلى يوم القيامة آثار قضية عاشوراء آثار مصيبة سيد الشهاداء عليه الصلاة والسلام لا إلى يوم القيامة حتى يوم القيامة الآثار موجودة يوم عاشوراء صار حدث فيه شيء لا نظير له الآثار لا تمحا لا تذهب الآثار الملائكة صدمت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صدموا صار شيء ما كان يتوقع أهل البيت سيد الشهاداء عليهن الصلاة والسلام رأينا شيئا ما كنا يتوقعنا السيدة زينب سلام الله عليها عندما تنشئ هذه الأبيات ما هو معنى هذه الأبيات يا هلال لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا أشقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا ما الذي رأته السيدة زينب سلام الله عليها السيدة زينب عالم غير معلمة المهال لدني من لدن الله سبحانه وتعالى غير ذلك أم أيمن أخبرتها بحديث كربلاء ما سمعتها ما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرت السيدة زينب بعد ذلك أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام في ساعته الأخيرة من حياته أخبرها بأشياء أخرى مما يحدث في عاشراء الإمام سيد الشهاداء عليه الصلاة والسلام أتم لها أشياء أخرى السيدة زينب كانت تعرف ما سيحدث في عاشراء لماذا تقول هذا الكلام لعله على الأصح الرأس الشريف بعد استشهاد سيد الشهاداء عليه الصلاة والسلام مباشرة في نفس الساعة أخذ إلى الكوفة ما بقي السيدة زينب ما رأت الرأس الشريف في كربلقة كعلامة على أنهم قتلوا سيد الشهاداء عليه الصلاة والسلام فورا في نفس الوقت في نفس الساعة أخذوه إلى الكوفة في اليوم الثاني في اليوم الحادي عشر من المحرة أخذوه آل رسول الله صلى الله عليه وآله أسرع إلى الكوفة في اليوم الثاني عشر وصلت هذه القافلة إلى الكوفة السيدة زينب تعلمون سمعتم تعرفون تحفظون الخطباء الكرام فجأة السيدة تخطب رأت حصل اضطراب في الناس صار الناس يشيرون إلى مكان ويتكلمون فلما نظرت رأت الرأس الرأس الشريف بتلك الحال هنا هنا خاطبته بهذه الأبيات تحفظون يا هلال لما استتم كمال أغاله خسفه فأبدأ غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا يعني أخي أبا عبد الله يا حسين كل شيء كنت أتوهم أتخيل أنه يحدث أما أراك بهذه الحال ما توهمت العالم غير المعلم ما توهمت ما خطر ببالها ما توهمت هذا معنى آثار عشوراء ما انتهت وسوف لن تنتهي عشوراء هي الفاصل هي الفارق بين الأشقياع والسعداء الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله يقول صلى الله عليه وآله بي أنذرتم وبعلي ابن أبي طالب اهتديتم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وبالحسن أعطيتم الإحسان وبالحسين تسعدون وبه تشقون الفاصل بين السعادة والشقاء وسيد الشهداء هي عشراء على مر التاريخ عشراء هي الفاصل بين السعداء والأشقياع هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وبالحسين تسعدون النبي بي أمورا أربعة بالنسبة للأربعة الطيبين صلى الله عليه وصل إلى سيد الشهداء بالحسين تسعدون وبه تشقون على مر التاريخ عشراء هي الفاصل بين السعادة والشقاء من بعد استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة الذين وقفوا لعشراء هم السعداء الذين عادوا هذه القضية العظيمة هم الأشقياء لا حتى الذين لم يعادوا ولا يعادون الذين يقفون متفرجين الذين الذين لا تحرك عشراء فيهم شيئا ساكنا الذين لا يهتمون بما حصل لسيد الشهداء في يوم عشراء الذين لا يجعلون من أنفسهم شيئا لهذه القضية من راحته من قدراته من لسانه حتى هؤلاء واخذوا المن خذله واخذوا المن خذلهم الخذلان الخذلان ليس معناه أنهم يعادون أنهم يقفون متفرجين حتى هؤلاء هم الأشقياء بالحسين تسعدون وبه تشقوا أمامنا إحدى أعاظم مظاهر الشعائر الحسينية المقدسة زيارة الأربعين هذه الزيارة العظيمة هذه الحركة التي لا نظير لها على وجه الكرة الأرضية لا تتكرر إلا في نفس أيام الأربعين من كل سنة فقط في أي بقعة أخرى في أي يوم آخر هذه القضية لا تتكرر هذه المعاجز بالعشرات والمئات من المعاجز التي يصنعه الإمام سيد الشهداء في هذه الأيام أيام الأربعين وفي تلك البقاع المقدسة وفي الطريق إليها أنا لا أتكلم عن معاجز مادية عن تصرفات في الروح عن تصرفات في النفوس هذه معجزة أكبر من المعاجز المادية هذه معجزة أكبر من إحياء الموتى تغيير النفوس هذه المعجزة الكبرى هذا الذي يصنعه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في النفوس نحن كل مؤمن في أن يتبق على وجه الكرة الأرضية نحن بحاجة إلى الوقوف نحن بحاجة إلى الوقوف لزيارة الأربعين لهذا المظهر الكبير من أكابر مظاهر لعله كمظهر واحد أكبر مظهر للشعائر الحسينية المقدسة نحن بحاجة إلى أن نقف لهذه القضية القضية ليست أن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى زواره بل زواره بحاجة إليه خدامه بحاجة إليه خدام زواره بحاجة إليه بحاجة إلى سيد الشهداء إخواني إخواني أنا لا أتحدث عن ثواب أخروي بل حتى لا أتحدث عن آثار دنيوية لا هي هي زيارة الأربعين لطف كبير من الإمام سيد الشهداء هي زيارة الأربعين نعمة عظيمة من الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام نفس الزيارة الذين ذهبوا إلى تلك البقاء يعرفون ما أقول هي الزيارة نفسها لو لم تكن هناك أي آثار دنيوية أخرى لو لم تكن هناك أي آثار في يوم القيامة وفي الجنة لو لم تكن والآثار كثيرة هي زيارة الأربعين نعمة هي زيارة الأربعين لطف من الإمام سيد الشهداء زيارة الأربعين نعمة ولطف من الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام على الزوار لا حتى على الذين أرادوا الزيارة حتى على الذين أحبوا الزيارة أحبوا مشاركتهم وما تمكنوا هذه النعمة عظيمة نحن بحاجة إلى الوقوف لهذه الزيارة أحد المؤمنين قبل أيام نقل لي هذا المؤمن مع مجموعة من المؤمنين كانت عندهم جهود حسينية سابقة ولا زالوا الحمد لله أعمال حسينية قامت مجالس حسينية أطعام باسم الإمام سيد الشهداء عليه صلاة وإسلام أحياء معشورة وغير ذلك تعلمون الذين يقومون بالأعمال الحسينية على مر التاريخ يعانون من صعوبات يعانون من صعوبات من الحكومات مضايقات إيذاء قوانين ما أنزل الله بها من سلطان قوانين خلاف الطريق العقلائي أيضا الحريات للآخرين موجودة الحريات لهؤلاء غير موجودة اليهودي له حرية في بعض البلاد اليهودي في بلد من بلاد المسلمين له حرية أن يقيم الشعائر الدينية التي يعتقد بها كما يعتقد بها وشعائرهم شركية النصران يقيم شعائره الشيء لا يتمكن أن يقيم شعائره كما يريدون ناهيك عن المشاكل الأخرى التي لا تكون من الحكومات تكون من الناس هذا الذي يؤذي ذاك الذي يستشكئ أحيانا حتى بعض الناس الذين لا ينطلقون من منطلق خبيث لا أناس طيبون مخدعوا خدعوا يكررون كلام الآخرين كلبه بغاء من منطلق الجهل هذا يستشكيل ذاك يؤذي ذاك كذا ناهيك عن المشاكل الاقتصادية بالنتيجة القضايا تحتاج إلى أموال ما عندهم أموال كافية الذين يقومون بالقضايا الحسينية بالشعائر الحسينية المقدسة خدمات حسينية عادة يعانون يعانون من مشاكل من مختلف الجهات يقول هذا المؤمن ذهبنا مع مجموعته التي كانوا يخدمون خدمات حسينية ذهبنا إلى سيد المرجع قدام الله ظله الشريف قضية طبعا لعلها قبل ثلاثين سنة أو أكثر وشكونا حالنا إليه بينا وضعنا كذا الحكومة في ذلك البلد تصنع كذا الضغوط من الناس التثبيط هذا يقول لماذا لا يحتاج ليس مهما لماذا هذا كذا هذا إسراف هذا كذا تعلمون تعلمون ما أقول فشكونا حالنا إليه يقول السيد قال لنا كلمة ما نسيتها وسوف لا أنساها قال لنا من بعد استشهاد الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام مع توضيح مني طبعا السيدة زينة والإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام رفعا علم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وهذا العلم مرفوع وسيبقى مرفوع إلى يومنا وسيبقى مرفوع إلى يوم القيامة يقول قال لنا انتبهوا انتبهوا العلم لا يسقط من أيديكم قبل موتكم وإلا إن سقط العلم من أيديكم فيوجد هناك عشاق لسيد الشهداء بالملايين يرفعون العلم تحرمون أنتم العلم لا يبقى على الأرض علم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من بعد استشهاده مستحيل أن يبقى على الأرض يرتفع إن رفعته أنت أنت حصلت على توفيق كبير لطف من سيد الشهداء شملك إذا تكاسلت رأيت الصعوبات تركت هذا قال لك كلمة تركت علم وسيد الشهداء لا يبقى على الأرض أنت وضعت العلم على الأرض عشر أنا أقول عشر يأتون يرفعون الأعلام علم الإمام الحسين هكذا لا يكون الإنسان يخسر هذه الزيارة العظمى هذه زيارة الأربعين هذا المظهر لعله الأعظم من الشعائر الحسينية هذا المظهر لا يكون أنا أتكاسل في الوقوف لا في دعمه الذي يتمكن أن يذهب إلى زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ما هي قيمتي أنا بين هذه الملايين لا اذهب هذا الذي تتمكن أن تصنعه واصنعه فيه صعوبات فليكن البعض يقول أنا أذهب النساء صعب أين نأخذ النساء لا يأخذون نساءهم خذوا نساءكم الذي يتمكن النساء يجدن بعض الصعوبة فليجدن حالهم نحال بقية النساء اللواتي يذهبن إلى زيارة سيد الشهداء كثير من هذه النساء يذهبن مشيا على الأقدام مئات الكليومترات الذي هؤلاء التي اللواتي يخرجن من البصرة ومن غير البصرة من بلاد ثانية كم كليومتر هؤلاء يمشون فيه صعوبات أنا لا أقول لا توجد فيه صعوبات نعم فيه صعوبات هذا المسير فيه صعوبات نساء أطفال صغار كبار رضع يأخذونهم الذي يتمكن أن يخدم زوار سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يتمكن أن يؤسس موكبا خدميا موكبا للإطعام الذي يتمكن أن يثقف تثقف زوار سيد الشهداء تثقف برواية شريفة تثقف بغاية قرآنية يبينها له حكم شرعي يبينه له قضايا أخلاقية مرتبطة بسيد الشهداء يبينها له الذي يتمكن أن يشجعهم هذا المظهر الذين ذهبوا إلى زيارة سيد الشهداء في الأربعين رأوا هذا المنظر في الطريق مرارا وتكرارا البعض واقفون في الشارع في وسط الشارع يشجعون الناس جزاهم الله خير الجزا تشجيع هل يبزوا ورابوا عليه هل يبزوا ورابوا عليه هل التشجيع تتمكن أن تشجع شخصا شجع ذهبت إلى زيارة سيد الشهداء في الأربعين خذ جولة على المواكب شجعهم شجعهم على الأقل تتمكن أن تدعمهم ماليا أموال سيد الشهداء كثيرة إن صنعت أنت من أموالك فبعوة لا من مكان ثاني القضية تمشي 20 مليون 30 مليون أكثر أقل من يطعمهم هذه الأيام الكثيرة الحكومات الأظمة إذا اجتمعت لا تتمكن أن تطعم هكذا أطعم عن دراية أقول حكومات أظمة تجتمع توزع مليون وجبة أنا عندي خبر خبر حسي ليس خبرا حدسيا خبر نشل في الجراء هم نشروه مليون مليون ثلاث ملايين خمس ملايين عشر ملايين لا يتمكن عشر ملايين واجبة لا عشر ملايين شخص مائة ألف شخص خمسين ألف شخص يعطوهم وجبات خلاص أطعم هذه الملايين من البشر على مر أيام عديدة تتمكن أن تدعم ماليا ادعم وإلا العالم يرفعه شخص آخر تتمكن أن توجه الحكومات التي للأسف الشديد أقول كل الحكومات كلها على الإطلاق بدون استثناء تتجاهل قضية الأربعين إما جهلا أو عداء نتمكن بعضنا يتمكن أن يوجه بعض الحكومات الحكومات ما هي الحكومات أشخاص هذا الشخص مؤثر ذاك الشخص مؤثر هذا الشخص تأثيره واحد مسؤول عادي ليس له ذلك التأثير أنت تتمكن أن توجهه وجهه من يلزم أن يوجه هؤلاء لماذا هذه الحكومات تتصرف تصرفا سيئا مع زيارة الأربعين على أقل التقادير على أقل التقادير خذلان هذا أقل التقادير كانت لا تعرقل مسيرة زوار سيد الشهداء على الأقل خذلان تتفرج لماذا تتفرجين أنت هذه القضايا الكبرى في العالم القضايا الدينية عموما الحكومات تهتم بها قضية دينية ليس قضية مصلحة مصلحة لشخص معين مصلحة تجارية مصلحة اقتصادية مصلحة سياسية قضية دينية الحكومات تدعم لماذا هذه القضية الدينية الكبرى في العالم كله على مر السنين لا توجد مثل هذه القضية لماذا هذه لا تدعم من قبل الحكومات إما جهلا أو عداء من الذي يجب أن يوجه هؤلاء الحكومات الأفراد أنا وأنت بمقدار ما للإنسان من قدرات عندي صداقة هذا المسؤول مسؤول عادي لا يؤثر في القضية حتى لو كان أنت قل قطرات تجتمع تؤثر في بقية القضايا نحن نستوعب هذا الشيء بعض هؤلاء المؤثرين الذين لهم شيء من التأثير ولو قليلا بعض هؤلاء يفهمون المنطق ما عندهم عداء القضية ما وصلت إليهم أنت ما وجهته ما توجه وجهه بالمنطق يتوجه بعض هؤلاء معادون لا يتوجهون بالمنطق يحتاجون إلى ضغط ضغط دبلوماسي ضغط إعلامي الضغط الإعلامي يؤثر أم لا أثر الضغط الإعلامي جر أقول جر لأنه رغما عنهم صار الضغط الإعلامي جر الإعلام العالمي إلى قضية الأربعين الإعلام العالمي ست سنوات أنا متابع الإعلام العالمي ست سنوات تجاهل قضية زيارة الأربعين وهو يعرف جيدا لأن العراق تحت المجهر وينقلون أخبار العراق أخبار عن زيادة الأربعين ما كانوا ينقلون ست سنوات إلى أن صار بعد ذلك الإعلام الحالمي ليس بسهولة ينجر من الذي جرهم إلى أنهم اضطروا رأوا أنهم أصبحوا في زاوية يلزم أن يدخلوا في الميدان قبل سنتين إحدى المواقع لإحدى القنوات الأخبارية العالمية في الموقع في الإنترنت أنا قرأت الخبر كتب عن عدد زيارة الأربعين هذا الموقع الذي ست سنوات كان يتجاهل زيارة الأربعين وهو يعلم بزيارة الأربعين يعلمون جيدا لأنهم عندهم هناك مراسلون عدد من المراسلين في العراق لو مراسل واحد لو نصف مراسل يفهم هذا الذي يحدث في العراق في العالم الشيعي كله بعد ست سنوات من التجاهل أنا قرأت الخبر في أحدى مواقعهم الموقع العربي أو الفارسي كتب عن عدد هذا قبل سنتين سنة 1438 كتب أن عدد زيارة الأربعين ستة وعشرين مليون زائر من جرهم؟ بعد ذلك الإعداء معادون اضطروا من جرهم؟ كلامه الضغط الإعلامي الضغط الدبلوماسي أو الضغط الإعلامي الذي يتفهم المنطق المنطق الذي لا يتفهم المنطق بالضغط الذي يتمكن أن يصنع شيئا لزيارة الأربعين أي شيء كان لا نقصر على سيد الشهداء لا يبقى على الأرض أنا أخسر والعياذ بالله تعالى إن وقفت أنا الرابح أنا السعيد شقاء وسعادة هذه القضية يلزم أن تعظم أكبر تعظيم تعظيما في القلب تعظيما عمليا بما أوتينا من قدرات كل بحسبه شخص ما عنده أموال لا يتمكن أن يدعم ماليا شخص ما عنده معرفة بالأمور الدينية لا يتمكن أن يثقف الناس بالمعرفة الدينية أن يثقف زوار سيد الشهداء بالمعرفة الدينية يتمكن أن يصنع شيئا ثانيا على الأقل يتمكن أن يشجع يشجع تشجع هذا تشجع ذاك بي أنذرتم وبعلي بن أبي طالب اهتديتم ثم قراء صلى الله عليه وآله هذه الآية المباركة إنما أنت منذر ولكل قوم منها ثم قال صلى الله عليه وآله وبالحسن أعطيتم الإحسان وبالحسين تسعدون وبه تشقعون نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسين بمصيبة الإمام الحسين بحق الإمام زين العابدين الذي هو الذي رأى مصائب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام الذي هذا اليوم ذكرى استشهاده المفجع بحق الإمام زين العابدين بمكانتهم عنده اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم انتقم به من قتلة سيد الشهداء اللهم انتقم به ممن رضي بقتل الحسين اللهم انتقم به ممن خالف الحسين اللهم انتقم به من قتلة آبائه الطاهرين اللهم انتقم به من أعدائه اللهم بحق صاحب الآمر بحق سيد الشهداء بحق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام اجعلنا من خيرة عبيدهم اللهم وفقنا في الدنيا لزيارة الحسين وفي الآخرة ارزقنا شفاعة الحسين وارزقنا في الجنة جوار الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا خدمة الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا خدمة الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا خدمة الحسين إنك أرحم الراحمين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة شكرا